بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومستمعين وأهلا بكم إلى لقاء متجدد ضمن بنامج الدنيا رمضان الحمد لله على ما مر من شهره المبارك ونحن منه على خير وعافية والحمد لله على ما تبقى من شهره ونحن بعينه وحفظه وبين ألطافه وفي ضيافته الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والشكر له على ما أتانا من الفضل وهو القائل لإن شكرتم لأزيدنكم عن قيمة الشكر لله وعباده وهميتها وآثارها موضوع حوارنا الأول ضمن أدبني ربي مع المستشارة العائلية الأستاذة من أحطه نعم سهلا فيك استجميرنا نحن فيك نحب فيك ضيفي عزيزي في هذا اللقاء الأخير من غير الشر شكرا ضمن أدبني ربي بهالمحطة اللي رفقتنا خلال الشهر الكريم شكرا بطول أنا بدي بليش بسم الله الرحمن الرحيم بدي أشكر ربي عز وجل على ما أدبني به لقدرت كون معكم بفقرات أدبني ربي بدي أشكر المشاهدين بدي أشكركم على استضافتكن لكن بخدمتكن بخدمك المشاهدين ونحن بنا نشكرك على قبولك تعوتنا ومرافقتنا خلال هالشهر بكل الأنس اللي كنا هيك حابين ومستمتعين فيه شكرا قبل ما نبلش نحنا وياكي بالحديث عم الشكر وهيك نبلشين نحنا بالتشكرات من الأول خلينا نروح نحنا وياكي والمشاهدين والمستمعين لنعرف شو حزورت اليوم شو الآية بالتالي لا تقول هيكي سمعت عن كلمتك مسؤول ولا تروح تحكي بقصاص ما لك فقه فيها ومضطر طفحس خبايا داخلك عطول وعينيك صورة إثم إياك تعطيها حزورت شلقية برعاية مطعم لفلوف الجواد البحار حرقوس سلسلة مطاعم التركي مطعم ويلة تروبيكانا سنوبرا مطعم بيروت أذنو حلويات السلطان حلويات الشرق حلويات عيسى حلويات الألعى ومحلات اتياب الأطفال تاينز بيبي شاب إي أس إي جيرلي جيرل نيو فرح إذن هيدا هي حزورتنا لليوم شلقية بصوت أشياء على محمد بنوت ناطرين إجاباتكم على الأرقام اللي عم تمروا على الشاشة قدامكم وحظم وفق للجميع برجعنا عندك أستاذ ميرنا بعد الترحيل الجديد إذن الحديث اليوم عن الشكر كقيمة وكمفهوم قدامهم أدي له أثر البداية من الشكر لله وبعدين الشكر أكيد لعباده كل من حولنا يعني إذا عم نحكي عن الشكر كقيمة سيما بشهر رمضان شو بتخبرينه؟ أدي بلش خبر خبرية قصة ذكرها الإمام الخميني قدس سره في كتاب جنود العقل وجنود الجهل قصة معبرة كتير نعتبر منا بكل لحظة من حياتنا بكل لحظة عم نتنفس فيها بقول طلب النبي موسى على نبينا وانه وعليه السلام من ربنا عز وجل أن يريه أحب الخلق إليه قال له فرجيني من أحب خلقه فقاله الله عز وجل توجه القرية الفلانية على المكان الفلاني رح لهنيك فراح وصل النبي موسى شايف رجل قاعد أبرز عنده جذام مقعد طلع هيك قال له لجبرايل عليه السلام قال له أنا طلبت من الله فرجيني أحب خلقه فهوينه؟ قال له هيدا هو هيدا الرجال قال له اسمع شو بيحكي أنا هلأ ربنا أمرني أني أجي وأن أخذ كريمتي أنه إخد له عيونه أسلب له عيونه أشد له عيونه من وجه فاسمع شو هيقول النبي موسى عليه السلام لما شايف له الرجل قال أني كنت أحب أن أرى رجلا صواما قواما مش هيدا الرجل يعني مفهوم أنه هيك بكون الإنسان يعني مفهوم العبودية فقام سلب له كريمتي قال له اسمع شو هيقول قال له الرجل قال متعتني بيهما حيث شئت عم بيقل له الله عز وجل وسلبتني إياهما حيث شئت يا بارو يا وصول طلع نبي موسى هيك استغرب أنه كل هالأمراض اللي فيه وهلأ أخذ له عيونه وبيقل له يا بارو يا وصول قال له أني رجل مجاب الدعوة عم بيقل له موسى أنه أنا حد أكون وأنا رجل مجاب الدعوة إذا بدك تطلب مني ما بدك تطلب مني وأنا بدعي الله عز وجل وبرجع لك عيونك أو بيشفيك قال له لا أريد شيئا من ذلك اختياره لي أفضل من اختياري لنفسي تعجب أنا بي موسى كان هو ناظر استوام القوام قال له أحد الرجال اللي أعم يحكي هيك قال له طيب اسمحتك عم تقول يا بارو يا وصول بشو كان الله عز وجل بارو واصلك يعني كيف شو اللي عم ينعم عليك فيه لتقول له يا بارو يا وصول قال له يكفي أنه بهذه القرية لا أحد يعبده سواهي نعتبر أنه هذه نعمة عليها من الله تعالى شو ما عمل فيني يكفي أنه في هذه القرية لا أحد يعبده سواهي فنحن من كل يوم الصبح من فيء قال لعلي أعمل صالحا رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا طيب نحن عنا نموذج بيتكرر معنا يوميا لمستقهد الآية كل يوم نحن من فيء كل يوم ربنا بيرجع بيبعثنا من جديد الحمد لله الذي يبعثني من مرقدي هذا ولو شاء أجعله سرمد كل يوم إذا أنا بس أول ما فتح عيوني أول كلمة بقولها الحمد لله الحمد لله الذي بعثني من مرقدي هذا طيب ليش؟ يعني ليش أنا عم بحمده أنك عطيتني فرصة جديدة لأعبدك فرصة جديدة لأكون مطيعة فرصة جديدة لأصلح الشيء اللي عملته أنا قبل إذا بحطة حد لقايي رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا بقول أنه أنا هيد فرصة جديدة لقايي نعم خليني يكون عن جد صادق مع الله عز وجل لما كون أنا بدي أشكر الله بهذا النعم اللي عم ينعم عمي فيها إذا بنا نحكي عن الشكر نفسه ما يعني؟ كمان يوصف لنا الإمام الخميني قولي سأسره بقول الشكر هو تصور النعمة وإظهارها عكسه الكفر عكس الشكر هو الكفر وهو نسيان النعمة وسطرها وبقول بقسم الشكر إلى ثلاث أقسام قلبي ولساني وعمل بالجوارح وبقول عن القلبي أنه نية تعظيم المنعم وحمده وتمجيده نحن عم نحكي عن الله عز وجل نعم بعدين نحكي إن شاء الله نرجع إن شاء الله أكيد بس كلهم يشبهوا بعض يعني نخلقوا بأخلاق الله كمان كل شيء نحن نتعامل فيه مع الله عز وجل بيكون صورة نتعامل فيه مع الخلق يعني كمان فالقلبي هو نية التعظيم والمدح والتمجيد والحمد اللساني هو إظهار هذه النية القلبي هو النية اللساني هو إظهار هذه النية بالحمد والتسبيح والتهليل العمل الجوارحي هو استعمال نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة في طاعته نعم هذه كيف بدأ أشكر الله عز وجل فإذن بقلبي باللسانة وبعمل الجوارح اللي كل النعم اللي ربنا عز وجل من عم لها فيه صارت نتجالية بهذه الصورة إن شاء الله نعم فكيف بدأ أشكر الله نحن هلأ نتعلم دروس بالإتيكات كيف نتعامل مع بعض إنه واو بيعرفوا يقعدوا بيعرفوا يأكلوا بيعرفوا يمشوا بيعرفوا يحكوا بيعرفوا يلبسوا بكل المطار إنه واو هذا الإنسان بالأداب تمجيد يعني إذا بدي أحكي ماديات يعني أنا بدي أحكي مادي وبدأ أحكي كمان معنويات بسعني بحكي إنه هذا كله لما أنا بصير بفكر فيهاك مع الله عز وجل كله هذا من الأدب إنه أنا كن واقفة بينا يدينا عز وجل مادي ومعنوي عفوا مادي ومعنوي يعني فبدي أتعلم كيف أحكي مع الله عز وجل فإذا جيد أنا بدي أشكر الله إذا بدي أحكي أنا عن مشكلة بدي روح أنا أشكي بدي بلش بالحمد يعني بدي بلش أحمده على كل النعم اللي منعم فيه علي لو مش كله ما فيني أحصية كله أصلاً طبعاً بس إذ كلكم وحدة بالقليل أقول الحمد لله بالقليل أقول الحمد لله وأنا جاي أطلب منك كذا كذا أنا جاي أشكي من هيك يعني هادي واحدة من التأدب بالتعامل مع الله عز وجل بالحكي مع الله عز وجل فبكل لحظة عم تنفس فيها بكل لحظة عم بمشي عم بحكي عم باكل عم قدر دوق الأكلات عندي بيت عم بعبد الله أهم شيء بالقصة اللي حكينا أولاً أنا عم بعبد الله عز وجل هدي أهم نعم أهم نعم إجا الرجل عندي إمام الحسين عم يشكي ويقول له أنا فقير 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 قال له لو هلأ عطوك مال الدني كله على أنت ترك الولايات أنا بتتركها قال له لو رح من هون أنت أغنى الرجال فإذا إحنا هلأ ما عنا شيء بهاي الدنيا بس أنه نحنا بنعبد الله عز وجل بس أدي بدي أشكره على هيد النعم أشكره أنه هو خلاني نكون عبد الله لأنه نحن المستفيدين منا بالدرجة الأولى بس ثبت بس ثبت نحن لا يعني هون عم نقدم منفع على الله عز وجل وهو غني عننا هاي النفع والخدمة لألنا نحن أن نكون على خطته لما نشكر الله شوف الإمام الصدق عليه السلام بحكي قصة تانية كمان عن نبي موسى عليه السلام بقول أوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى شكرني حق شكري قال له هيت لنشوف كيف دك يشكرني حق شكري نعم فقال يا رب كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي يعني ما كل ما أنا بدي أشكرك يعني هيدة نعمة منك أنك خليتني أشكرك شوف هيك الدائرة يعني شو حلو كيف بدي أشكرك يعني كيف بدي أدي حق شكرك وأنا كل ما شكرتك هيدة الشكر هو لأنه أنت خليتني أشكرك هو نعمة نعم قال يا موسى الآن شكرتني حين قلت أن ذلك مني لما نعرف أنه عن جد كل ما لدينا هو من الله عز وجل بكل مصدقية وبكل معنى الكلمة كل ما لدينا هو من الله لا زكاية ولا مصريتي ولا جمالي ولا علاءاتي ولا عيلتي ولا بيتي ولا شي كل ما لدينا هو من الله عز وجل عبادتنا لأله أنه نحن مسلمين أنه نحن مواليين أنه أنا بصلي أنه أنا بصوم أنه أنا ما بكذب أنه أنا ما بعمل حرام أنه أنا يعني بمشي على بطريق العبودية لأله عز وجل مش مني كلهم من الله عز وجل فأنا قدي بدأ أشكر 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 بكل لحظة بدأ أشكر بدي أشكره أنه أنا عم أشكره كل ما شكرته بدأ أشكره أنه أنا عم أشكره فأقدي أنا كل عمري عن جد قلبيا أنا عم بعمل هيك فشو حتكون لأن شكرتم لأزيدنكم طبعا وبالشكري تدوم النعم فتخيل هذا الإنسان اللي عايش عن جد حالة الشكر مثل هذا الرجل اللي راح شايفه النبي الموسى فهذه حالة وصل هي نحن نصل الله عز وجل وهذه بتصير حلقة متكاملة احنا قلت لإن شكرتهم لأزيدنكم نعما ونحن من خلال هذا النعم نعيد الشكر فتدوم علينا جميل جدا ونعيش بفيد كرم الله عز وجل كيف إذا عم نحكي نحن بأيام ضيافته شهر رمضان مبارك حيث الأنفاس تسابيح يعني هو يهدينا الأجر والثواب ويفتح لنا أبواب الجنان ويوصد أبواب الميران كل عمل قداش هو مضاعف قداش هالأعمال كلنا مضاعفة وقداش نحن رسولنا وصينا كمان بالعمل مع بعضنا جميل بالعمل مع بعضه ونحن فيه شغلة منفهمها شوي هيك بالعكس بين الناس لمبلش هيك بالشكر مع المخلوقين نعم لأنه من يشكر المخلوق يشكر الخالق نعم فكتير من نواجه مشكلة أنه لما نكون في ناس محتاجين مساعدة معينة وأوقات بيكون فيه واسطة يعني إذا طلب مني أنه ميرنا لو سمحتة طلبينا من الناس أنه بدنا مساعدة في ناس فقراء أو بدون أدوية أو بدون مساعدات أو هيك نعم فأنا بكل قلب جريء وأوي بروح بقول للناس بدنا مساعدة ليه؟ لأنه هؤل الناس لازم يشكروني ولازم يشكروني عم بعطي مثلا عن ميرنا يعني بس لكون واضح ويشكروا هالناس اللي هني بحاجة لأنه نحن عم نقدم لهم خدمة ليكسبوا أجر مش بيكون هو عم بمنن أنه أنا عم بعطيك وين لأن إذا أنت فاهم أن ما لديك هو من الله عز وجل مش منك فوين جميلتك يعني جميلتك وين جميلتك أنك عم بتقول الحمد الله طيطوني طريق لا قدر ساعد العالم فيها هلأ بشهر رمضان عم تبلش بهذا المثل لأقول أنه كتير مهم نلتفت لهالمسألة فكلما حدا جداء بابنا نحنا لازم نشكره أنك أنت عم تقدملي فرصة لإكسب أجر جميل أنت عم تقدملي فرصة بالضبط مش أنه مثلا اللي بيكون هون عم بقدم هون بيكون ناطر الشكر اللي عم ياخد هو بيكون هو عم يشكر الآخر نعم بالضبط كمان بدو يشكر هادة كمان حنحكي فيها قداش دروري بروري طبعا بس أنه ويرتنسوا الفضلة بينكم وكيف بدو يشكر كمان بالأحديث مسكورة حنحكي بس الأهم تعرف أنت اللي عم تعطيه أنه في من عطايك كمان أن هذا الفضل ليس فضلك تشكر الله أن أعطيك هذه الفرصة تشكر الله أن هيئ لك الفرصة وتشكر العباد يلي هني كانوا وسيلة نعم لأن بهالسياق من حكي قصة عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول يؤتل عبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيؤمر به إلى النار فيقول أي ربي أمرت به إلى النار وقد قرأت القرآن فيقول الله عز وجل أي عبدي إني قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي فيقول أي ربي أنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا وأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا فلا يزال يحص نعمة ويعود بالشكر فقال له الله عز وجل صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه وإني قد آليت على نفسي أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه أنا بدي أشوف مين اللي يعطينا هنالك كيف بدي أشكره كيف الله عز وجل بحب يشوفنا بين بعض كيف بحب يشوفنا مع بعض هون بدنا نوقف أستاذيزي نعنى حطوه لنسأل ليه ثقافة الشكر مش شائعة كتير من مجتمعنا والنيس اللي بتحسيها بتشكر الآخرين بينظروا لإلا أنه يلا طيف شو بيحبي جيميل يا لطيف شو هيك عنده كلام معسول وبيزوزق بالحكة وملسن هاي دي التعبير للدرجة ما يعتبروا أنه هاي دي روحية روحية الامتنان لكل عطاءات الله مثل ما قلت لهي بتصير تبادلية يعني نحن نشكر من يقدم لنا الخدمة والآخر يشكرنا لأننا كنا سبيلا لأداء هذه الخدمة هذا الشي كمان ببني شوين بعنوان فقرتنا قدبني ربي عم نحكي نحن على مدى كذا حلقة وكذا حلقة منذكر ومنقول هي كمان تربية البيت يعني متل ما قدبني ربي كمان أنا بدي شوف بالبيت كيف عم قدب أولادي ليكبر ويكون عندهم هاي دي الصفات منه نوفيون يعني ما بيصير هو عم يدعش شكر منقول بتصير ساكن نيتشر يعني بصير طبيعته طبيعته انه يشكر حيك يعني جملة صغيرة كتير اذا بديقول أنا تعوضوا ببيوتنا انه نقول كتير وكتير تانكيو كتير لو سمحت وكتير شكرا حتى كلمة شكرا لما أنا بجي بقول بدل ما قول كلمة شكرا مثلا اذا أنا بدي لطفة وجملة واربطة بالله عز وجل اذا بقول أجركم الله انا اللي بدي قطلب شي من ولادي أحيانا قلن مين بدي يقاجر مين بدي يكسب أجر فخلي يعرف انه كمان الأجر عند الله مش بس ماما حتقلي شكرا الأجر كمان عند رب العالمين لأنك عم بتساعد ماما لأنك عم بتقوم بهالخدمة مع ماما فإذا بمبلش نحنا بالتربية بالتربية لما أنا بدي أطلب من ولادي بتلاقي الأم مثلا جيب لي هيك البيت روح عمل لي هيك إنه هو عم يحكي مع ولد صغيره كأنه هو أمره وكأنه هو عبد عنده يعني لما أنا بدي أطلب منهم لو سمحت ماما فيك تجيب لي هدا الشي وبجيب لي شكرا مرة في ناس لقونا عم نتعطي هيك أنا والولاد يعني في بقولوا شو هالرسميات شفتي كيف اعتبروها اللياءات زي دي عن الضروري فالرسميات إذا أنا عم بشكر طفلي ما أنا عم علمه بعدين هو لما أنا بدي أعطيه شي لحيقلني شكرا إذا أنا ما قلت له شكرا هم لحيقلني شكرا لحيقولوا إنه آه إيما نحنا بالبيت كمان هذي الفكرة كتير بنا ننتبه له أجمل علاقات أرقى علاقات أود يعني فيها المودة أكتر شي العلاقات هي مفروض تكون عندنا ببيوتنا بقلب ببيوتنا لأنه في كتير ناس بيقولوا نحنا مع ببرة عندنا إيهن هاللاقات عندنا هيدا التعامل عندنا هالحنية عندنا هالتهزيب عندنا هالكل هالأمور الحلوة بس بالبيت ما عندنا إيهن لما نحنا مبلغ هاي دقرتنا هاي أنا عايش فيها كل يوم وما عندنا إيهن واللي مسؤولة عدن كثقافي وبعدة أشكال يعني حتى ضمنيا للأسف نحنا ببيوتنا وخاصة بيضا العصر نعم فيه جحود أو الحد الأبنى فيه عدم تقدير فيه معتبرين كثير من الأشخاص بالبيت انو هن تحصيل حاصر عب قوموا بالليزيان وهيدا بنعكس بنعكس كامل على علاقتنا مع الله عز وجل والنعم اللي الله منعما علي فينا منسر نخدها هيك فور جرانتد يعني خلص انو عبارة المسرية ما منعود يعني نتطلع ونلتفت انو هاي نعم يعني منسر خلص نقطع علي مرور الكرام يعني هيك يعني فواحدة من الشغلات الحلوة الزوجين بين بعضهم مثلا أعطي مثلا كيف ممكن نحن نطبق هذه الأمور مثلا أعطيت عن مثلا عن الولاد إذا جاب لي شيء إذا عمل لي شيء الزوجين بين بعضهم بيكونوا بالعلاقة الخاصة وبيخلصوا لما بيشكروا الله عز وجل كمان بدنا نبلش نحن بأي نعمة نشكر فيها المخلوق بدنا نشكر الله وبشكر المخلوق لما بيخلصوا بيكونوا اثنين المبسوطين ومرتحين وبيشكروا الله عز وجل الحمد لله الذي أغنانا بحلاله عن حرامه منبلش بأي الله ونشكر بعضنا أنه أنت عطيتنا هذه اللازلية وانت عطيتنا هذه اللازلية تخيلي الرجل والمرأة الزوج والزوجة اللي بيكونوا بقلب بيتهم هل قدمع بعضهم لأننا منبلش النواة بالبيت هو الزوج والزوج الأم والبي لا تنتقل الولاد لما عم يشكروا بعضهم بهذا الفعل الذي هو واجب أصلا أنه هو واجب صدى هذا الشكر كيف سيكون يعني لما الزوجة تسمع أن زوجة يشكر الله عليها وهو بيسمعها عم تشكر الله عليه جميل مش بشي مادة مش أنه جاب له هدية جاب له سيارة جاب له أسوارة جاب له ما بعرف شو لا بيواجباتهم مع بعض بشي يواجب مع بعض ها قده بده تعطيه من قلبه ثم بيشكره لأله ثم بتشكره لأله هاته حلو وهذا الأثر كمان إلنا متواصل وهيك بيكون فقرة نعم لما الإنسان بحلقة من الحلقاتنا السابقة كمان بفقرتنا حكينا عن إننا نحن بسم الله الرحمن الرحيم إننا نحن نحن نحيي الموتى ونكتبه ونقدمه وآثاره وشرحناها إنه شي يعني الآثار للأعمال وشرحنا الزرية كيف زريتنا نحن إلا قيام يوم الدين لما أنا عنا بفكر إنه طيب ما أنا نتيجة كمان جدود 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 جدودة يعني في حدا عمل حمال منيح هونيك بشي مطرح ما بعرف أي جد ما بعرف كوين أي رقم لحتى طلقت النتيجة المنيحة اللي فيها فأنا مش بس بدي إذكر إمي وبي كمان كل حدا إله حق بتربيته من الأسلاف السابقين نعم وأنا وعم فكر إنه كل شي كمان أنا بعمل وعم علم مولادة فيه كمان كمان حيمتد إلى قيام يوم الدين إن شاء الله نعم نعم نحن تقريبا يعني صرنا على ختام هذا اللقاء مثل العادي بمر معك نعم بشكل كتير سريع أستاذي ميرنا حطوم نأكد خاصة بشهر رمضان تعرف أنت عادة جهد بيكون مضاعف لا إسعاد الآخرين هذه الشغلة نحن من أول شهر عم نركز عليها أي حدا عم بيحاول أنه يقدم خدمة في سبيل الله ولأسعاد الآخرين كانت الأم بالبيت الزوجة الأبناء الأب حتى يعني بالمجتمع عموما أنه يكون في إلى هذا التقدير المطلوب لأنه مثل ما قلنا الشكر من يشكر المخلوق يشكر الخالق ونحن ضروري نظلنا عم نشكر خالقنا لحتى يديم علينا نعمة اللي نحن فيها أشكر الله على يعني بشهر رمضان العائلة دائما العائلة الصغيرة بالبيت والعائلة المجتمع الأكبر الأكبر أشكر الله على جيراني المناحي أشكر الله على أصحاب زوجتي أولادة وهي زوجة أولادة تشكر الله على هذا الشيء تشكر ما تلمحكينا مش بس بالقلب ومش بس بالسن ما في ناس بقوله أنا ما بعرف عبر لا بدأ أتعلم حلو بدأ أتعلم يعني هو بالقلب النية بدأ أعرف عبر بالسن وبدأ أعرف أم بالفعل كمان اللي بيبين للآخر يعني كلمة يعطيك العافية ومساعدة كمان كلمة تعطيك العافية لسين ومساعدة كمان كمان تقوله يعطيك العافية يعني يعمل أي شيء أو تعمل أي شيء بالحد الأدنى يعني أضعف الإيمان بزدبك الإيمان ليبين أنه مقدر هذا الجهد أو التعب أو الخدمة التي قدمت يكون عندنا هالمفهولية نحن نعمل أعياد ميلاد أو هلأ عم نجتمع بصفرة شهر رمضان لما نجتمع نحن على صفرة شهر رمضان نشكر الله عز وجل نشكر ماما اللي عملت الأكلات نشكر بابا اللي بروفايدينج اللي عم بيجيب مصاري لماما تقدر تعمل هؤلاء الأكلات النهم أنه أولادنا يكون عندهم هذا الامتنان ويكونوا ملقا بالامتنان الأم والباية يشكروا أولادهم كمان أنه أنتوا قاعدين يا ماما معنا أنه تحترمونا هؤلاء أشكروني عليهم أنا عندي أحسن أولاد بالدنيا بأعياد الميلاد منعمل ومتعمل عيد ميلاد ومنسي ومنهتان بالزينة وكلها عن جد أنا بهذا النهار سمعتوا للولد أنه أنا عم بشكر الله عز وجل أنه أعطاني هاي النعني بهذا النهار حلو بس كل شي كوم وأنه أنا أقوله للولد هاي دي الفكرة أنه أنا عم بشكر الله أنه بهذا النهار بهذا التاريخ أعطاني إياك الزوجة وزوجة بين بعضهم بشكر الله أنه أمك أنا بحب أمك وبشكر أمك وبشكر الله أنه أعطاني هاي بهذا النهار نحن انتهى وقتنا بدأوا الحديث للإمام زين العابدين عليه السلام دي الفكرة كنت تخطي على طريقتي أكيد بدأخدم بالحق اللي بيحكي عنه الإمام زين العابدين كيف منشكر بعضنا وهو بيكون إن شاء الله مسك الختام بقول أما حقه ذي المعروف عليك فأنت تشكره وتذكر معروفه تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة يعني تدعيله وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل تكسبه المقالة الحسنة كمان عند تحكي كلام حلو وتدعيله وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل بين الله عز وجل فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته فبدنا نسعى أدمى فينا قلبا ولسانا وعملا إنه نكون نشكر الله عز وجل ونشكر المخلوقين نعم 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 قلبي حاسسني مش مرتاح قولك بأمر عيونك أنا عيونك أنت بالتحديد يلا تكل على الله تكل على الله فان ذاتي الكرام فتلت وبرمت وحرت ودرت وما أنا قات أجمل من هالبيتين يعبروا عن حالتي الغرور والتوضع سمعوا بشرفكم سمعوا ملأ السنابل تنحني بطوضع والشامخات رؤوسهن فوارغ شو بتكن أحسن من هيك لو حتعبر عن الإنسان المتواضع واللي ما بيزيدوا العلم والمعرفة إلا ارتقاء وفهم وبشر وبشاشة مش مثل الفارغ طبل وماشى وكل ما حاس بفراغه أكتر كل ما شنفخ وتكبر ولك عشو حبيبة عشو وشي بيضف لك هالغرور غير إنه نوع من التغطية عمكنونات النقص اللي عندك روح لك روح غزي حالك بالمعرفة والأخلاق تلقائيا بتتقدم وبتتطور مش بس هيك بس بتلتهي بالشغل على حالك بتبطل عينك على إنجازاته ونجاحات غيرك والسعي لتبخيسها والتقليل من أهميتها يعني تلقائيا تلتهي بحالك وبترتاح أبو جميل شو قصتك اليوم نازل تقفز من فكرة لفكرة كلنا بالتواضع وبرور صورنا بني عيني بإنجازات غيره ركب الله ينبع عليك متوخذني متوخذني بأمر عيونك أنا تحديدا عيونك أنا أصلا صرت شبه متأكد إنه هالكركبة والخبصة اللي أنا فيها اليوم منها طبيعية وفي شيء المهم المهم منتابع منتابع فان ذات الأعزاء وبعت في بيت تاني رائع كمان بيحط التواضع والتكبر تحت المجهر ليه فارجينا جمالية الأول وخساسة وقباحة وبشاعة التاني اف شو هو البيت شو هو العامة نسيته نسيته لا 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 خليني خليني عيد أنا اليوم مني على بعضي أبدا بس اليوم لك عيد خلي عيد بأمر عيونك أنا بأمر عيونك وعيونه وعيون المجرة ما هو كل مصيبتي عيوني البشرية كله اللي حقني بده يكلني بعيونه ليش ليش لأنه فتش عن أهم محتوى على السوشال ميديا كله بتلاقييني بظهر فتش عن أشيك وأوثم وأعظم وأسر بتلاقييني بحضر منين ما بدي أنصاب بالعين منين خلص خلص ما بقى قادر دخلكم تقلي العين هد يلا دخلك ليه خلينا نوقف لحتى أعمل هالاتصال بقيم جميل أنا غاليتي جميل غاليتي جميل لحقيني برصاصة ايه رصاصة رصاصة ايك العين عين عين يعني محسود لايك حياتي بسرعة سكبيل رصاصة أونلاين هلأ ما بيمشي الحام لازم لازم الحضور شخصيا يلا جاية 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 انطريني انطريني باي بالإذن يا جماعة مضطر امشي مهدود والكتبلاء بالعمى عين الحسود اهلا بكم من جديد تتسارع الأحداث وتنضي الأيام وهنا نحن على مقربة من ختام شهر رمضان ولم نرى من الهدنة الموعودة إلا أحاديث صباحا ومساء فيما بقي أهل غزة غارقين بالدماء وعلى مقربة من يوم القدس العالمي تتجدد الحقيقة الواحدة الدائمة اللا خلاص لهذا الشعب وهذه الأمة إلا بالمقاومة والجهاد مع عدو بل ضد عدو لا يعرف الإنسانية ولا يقيم وزنا للاتفاقيات الدولية عين على جبهات المواجهة وسؤال حول المستجدات ضمن حدث في فلسطين مع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور علي فضل أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا رمضان مبارك وتقبل الله أعمالكم علينا وعليك والمشاهدين ولفريق العمل إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير وتكون أعياد خلينا نفرح يعني بالعيد أولك رح يجب فرح إرادة نفرح شو علي يعني فلنفرح يقول فكرة التضحية قائمة نحن متمخضين فيها من زمان من مئات السنين من قروم من الزمن ولكن نحن نعرف كيف نفرح يعني نعرف كيف نحيا غيرنا بيعرف كيف يعيش جميل جدا نفرق من الأمرين واضح طب قبل ما انتم إحنا وإيك بدي أذكر المشاهدين والمستمعين بحذورتنا شو الأي نحن بانتظار إجاباتكم على الأرقام الواردية دامكن على الشاشة وإن شاء الله رح نعرف جواب الحزورة والرابحين بختم هالحلقة أو هذا القسم من الحلقة طيب برجع لعندك دكتور علي فضلال اليوم الحدث في فلسطين والمنطقة يعني تشعبت المسألة وعم نشوف في تصعيد من جهة ولكن في يعني تكثيف بالتصعيد من جهة أخرى يعني ما عم تكون الجبهات كلها بنفس الوتيرة وعلى نفس الزخم قراءة عامة ميدانية بالبداية نحن وين سمم يوم بهذه الحرب المبتدة منذ أكثر من ستة أشهر طبعا هي حرب غير مسبوقة على مستوى الشكل يعني هي مثلا إذا حكينا عن الجبهة اللبنانية أو حتى باقي الجبهات مثلا جبهة اللبنانية لا هي لا هجوم ولا دفاع وهذا خلاف ما كان مخططا له في السابق هو نوع من استنزاف أو تبادل ضربات بحروب الاستنزاف وعندنا تاريخ من حروب الاستنزاف اللي بيصمد هو من يصرخ متأخرا والذي بيخسر من يصرخ أولا لا شك أنه الضغوط موجودة على الجانبين وبالمناسبة الإسرائيلي يعني بيموت قلنا نحن في لبنان لعله رب ضارة النافعة نحن أصلا أورادي مرئين بأزمة عمره خمس سنين يعني هو الوضع يعني هلأ إذا قالوا لك الإسرائيلي قصف مثلا مصلحة سياكك الحديد في لبنان ما بعرفة أشهر رح نزعل يعني طبعا هلأ يطول بعمر الجميع بس الإسرائيلي عنده بنية تحتية هائلة نظام رفاهية قائم من خمس وسبعين سنة ثمانين سنة في نظام رفاهية منطقة الشمال هي منطقة المصانع منطقة الزراعة والصناعة لما نحن نشل هذه المنطقة وكأنك عم تشل لوادي السيليكوم بأمريكا وكأنها عم تشل منطقة حيوية للغاية هي المبرر البقاء هذا الكيان نطلع بخريطه هو عبارة عن ثلاث أجزاء فينا نقول المنطقة الشمالية هي زرعية صناعية منطقة الوسط هي كاريدور صغير بيمرؤ بين الضفة والبحر وقطاع غزة بعد ذلك نروح للجنوب وهو صحراء ما إلى أهمية بالمعنى الاقتصادي كبيرة للكيان فبالتالي لما يكون الوسط مشغول بغزة والجنوب إيلات في عراق ويمن يضربه ولما يكون الشمال في لبنان وشوي سوريا تضرب تعمل أنت حالي من الشلل الصراخ في هذا الكيان عالي للغاية على جبهتنا من حق الناس بشكل طبيعي تقول بما كان ما فيه تعب في مكان فيه واجع فيه تدمير فيه شهده هذا شي طبيعي ولكن وهذه كانت ميزتنا الدائمة إذا طلعنا أبعد شوي وبتصور كتار ناس من التفتين لهذا الأمر وهذا جميل لأنه معا بيتسجل حتى حالات اعتراضية بالمعنى ما يحصل عند الإسرائيل الإسرائيل في حالات اعتراضية هائلة عم تصير بس أنت شو أخذ بها نعم أدي أخذ بها من الجانب الإسرائيلي واضح الأرار متخذ أنه مكملين وفيه تعنت واضح بس ما نلتفت أنه هلأ حاليا بأسهم بينهم شديد يعني اليوم عمليا لا نتنياهو طائق غانس وغانس مش طائق غالانت وثلاثتهم مش طائقين مش عارف مين ما حدا طائق أحدا لجمع المصيبة والضغط الأمريكاني لو لا الأمريكاني ما نجمعوها ثلاثة مع بعض على طاولة واحدة لأن هوني أصلا ما ننسى كان قبلها كان سنلهم عشرة شهر عم يتقاتلوا صحيح هن نجمعوه بالقوة وعملوا شي اسمه مجلس حرب وشوي هدا بيحكيش مع هيدا وهدا ما بيحكي مع هيدا لأنه بوضع مزرع نفسيا قيل أن نتنياهو أول أسبوعين كانش مركز شو صار يعني هو كانت تحت تأثير الصدمة وكان كف ما بعرف زين فتأ من وراها بس يعني هذا الجو مثلا بالجبهة اللبنانية أنت عم تحكي غالانت وغانس ونتنياهو صاروا مهديدين لبنان فوق المئة مرة أي صحيح غالانت هو ضارب السكور العالي وممكن نحن عم نحكيها لكن عمله تهديد أو تهديدين لما تكون دولة هلادي أوي في قرار أمريكي كبير وقديم بأن يكون الجيش الإسرائيلي أقوى من جيوش المنطقة كلها مجتمعة وحفاظ على تفوق الكامل الجيش الإسرائيلي مسلح حتى أسنانه ولهلا بس بيطوفان الأقصى حتى اليوم أن أكثر من مئة صفقة سلاح أمريكية وصلت إلى الكيان مع كل هذه الضامانات ودعم الدولي غير العادي أنا دايما بقول وذكر يعني مش لازم ينتسب رأيي تصريح إيمانه والمكرون أول ما إجاء على الكيان وعندما قال إلى جانب نتنياهو بالمؤتمر الصحافي قال له يجب أن تكون المعركة بلا رحمة بلا رحمة آخر شيء شفنا من يومين مشهد مقزز مؤرف أي إنسان ما بيهنهز لهذا المشهد كلب عم بيلتهم طفل رضيع كامشوا مثنينه هذا مشهد غير مصدوط فعلا بلا رحمة بكل ولا أسوأ من هذا المال الكلمة من معنى يعني مشهد كيف بيقطع أنا أتوجه إذا في حدا أنا بيسمع الإنتلجانسية الغربية أو النخب الغيربي أين هي اليوم؟ نعم أنا بارك في الشباب هذا جيل بعد 2007 عم بتظاهر عام الجو بس أنا عم بيحكي عن نخب لطالما أطنبط أذاننا أن حقوق إنسان وخبريات قد نحكى دكتور عليك نانجيوز وينون قد نحكى بالبداية عن حتى يعني لوقت ليس بقليل عن أنه هناك حراك بالرأي العام العالمي بس أنتشفع لي 95% من المظاهرات يؤثر 95% من المظاهرات التي تجري في العالم هي مؤيدة للفلسطين قد نعم صروا فترة نعم وهذا بدل واضح الشي مجلس الأمن أخذ قرار مع فكرة هرجمات العرارات الدولية من حب نذكره مجلس الأمن أخذ قرار من حوالي أسبوع عشر تيان واستبشرنا خيرا على أساس يلزم الإسرائيلي بتوقف عن وقف وقف الحرب خلان شهر رمضان على أساس وقف الحرب والإسرائيلي ملتزم ولت عنه وتم تجاوز الأمر بكل بساطة في تقرير أنا كمان هذا لازم نقوله لأنه في ناس ركزوا على مستشفى الشفاء في تقرير أممي مفوضي حقوق الإنسان صدر باليوآن أنا نزلته على تويتر على الأكس بيتبت فيه نصار في حالات اغتصاب لمساء فلسطينيات من قبل جنود تقرير أممي مش قبل مستشفى الشفاء كيف عم تقرير هذه الأممي؟ أنا ما بعرف في بعض النخب أو الشعوب حتى الشعوب يمكن ملامتها مش منزهة الشعوب كمان طب أرض حطلت ما تحركت النساء تصيبت ما بيعنيك أطفال تأكلها الكلاب ما بيعنيك شهداء بالدهس بالدبابات سر التخدير لهذه الشعوب أو إذا ما بدنا نقول تخدير بالمعنى هيك الدقيق يعني هذا الفتور بالتعاطي مع مأساة إنسانية حقيقية بكل ما الكلمة من معنى إلى ما ترده هذا أشو فرعون الاستخفى قومه فأطعوه في نوع من الاستخفاف في نوع من ال في إنهاك في مكان ما في قيم في تحريض مذهب وطائفي لسنوات طويلة في اغشاشات عم نحضرها برمضان المبارك عسيرة شهر رمضان هل تعبر بعض الشاشات عن قيم رمضان أو بعض البرامج أو بعض المسلسلات ما شاء الله عن قيم رمضان الشهر الفاضي والكريم كل هذا التفكيك الاجتماعي والضرب والاستهداف والحصار الاقتصادي وتحويل الاقتصاديات إلى خدمات والاستبداد وفشل التجارب وحتى بين هلالان أفكار ما يلع على الدين بس تنسب إلى الدين زورا تحت أنوان طاعة السلطان ميما كان يكون وهذا التثبيت والتكفير والإحباط هذا كله أدى إلى هذا الحال من الانحطاط الكامل طيب دكتور علي فضل الله أريد أن أعرف مقاربة أيضاً كمان وجهة نظر أنه اليوم ما حصل بعد طفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا الأممية والدولية قد ترى هذه المسألة فعلاً كانت لصالح القضية بمقابل أنه التفاعل الشعب إن كان العربي أو حتى العالم يعني لافت ولكن هل هو على الدرجة المطلوبة لحتى ينحكى أنه فعلاً القضية عادت إلى الواجهة كما ينبغي لم يكن هناك خيار أمام الفلسطينيين إلا أنه إعادة نحن بالعالات الدولية عندنا قاعد اسمها هز القارب نعم هز القارب يعني لو ما صاري 7 أكتوبر هلا كنا في دول عمل التطبيع وصفنا أعلام إسرائيلية ترفر فوق سفرات بعواصم عربية مستجدة ويمكن ما باركنا شفناهم بالحج أو شفناهم ما بعرفوين أيضاً بشكل طبيعي يمكن طالبوا بإسترجاع خيبر أو جنوب المدينة المنورة ممكن يعني هذا كله نقول لعلك الحال صار في حكي فيه لها الدرجة كنا رايحين على انبطاع كامل وكنا رايحين على انهزام كامل فكان هذه العملية لإعادة ترتيب الأولويات من جديد حتى هذه اللحظة بعد مرور ستة أشهر لاحظة في بعض أنظمة عربية لحد هذه اللحظة مش مستدلين يعترفوا بالواقع فعلياً وبعد شوكب يحلقون ومش قبلنين اللي صار لأنه نزعجوا هني مزعجين من كل هذا التعاطف وخايفين من هذا التعاطف معناته كان فيه قطار يعني جسير بسرعة فائقة فحداً هز السك شوي تعاطف العالمي مهم إنه مجنوب أفريقية وتدعمها مجموعة واسعة من الدول بتروح ترفع دعوة بحكمة العدل الدولية بغض النظر عن ما صارت دعوة فعالية تمكن بس هي إعلامية بالمعنى الدعاية فيها بهدى ليلة الإسرائيلي طبعاً هو عصار بموقع دفاعاً نفسه في وجه إبادي ومثل ما قالنا يعني الجو العام العالمي مهم بس طبعاً في قمع في قمع يعني الإعلام الغربي صقر تماماً هذا الإعلام الذي كمان سنوات طويلة يا رطيف مهني 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 حسب ما أذكر بتقول البي بي سي كقناة يعني مرحب حديني جميلة إنه موضوعيتها وحياليتها وكذا وإنه مؤسسة عريقة وإلى آخره بيطلع خبر على الشكل التالي إنه محرري الأخبار بالبي بي سي إنه عم يغطوا الخبر الفلسطيني بيطلعوا من غرف التحرير بيطلعوا من غرف التحرير بيطلعوا على الحمامات بيسكروا على حالهم بيبكوا بيرجع بيطلعوا كفوا شغل التحرير مش قدني نبكوا أمام رؤسائهم تخيل أي حرية هل قد في ضغط وإرهاب فكري وقوعى ولأنه تطرد مباشرة إذا بتعبد خدنا من الأعلام بس هذا مهم هذا لم يكن ليحصل لو لأنه في حدا نشتغل وحرك من الأعلام لنروح إلى المحافلة الدولية إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن كارثة إنسانية كبرى بهذا الحجم بد أنه يطلع قرار مجلس الأمن تحت الفصل السادس منحلي أطعم كم فيتوسر أطعم الأمريكان ما بدوا يسمع هو بالأول نحن قلنا إنه وباركنا إنه كيف مرر الأمريكان إمتنعوا ومأيد خلينا نقول مرروا يعني إمتنع عن التصويت بشكل إنه مرأ القرار وطلع للعلن وهكي أذهل الناس في صدمة إيجابية بعد شوي بس تبين فيما بعد إنه فصل السادس وإنه كأنه هيكي يعني عم بيبيعون إياها الأمريكان الآن بعد ستة أشهر طبعا في تأثير هل أمني بعد ستة أشهر أنا بحب مثلا هذا قانون دولي في نحن أحكي كتير حرب فيتنام بشقيها الفرنسي والأمريكي حرب طويلة تسعة عشر سنة ضلت نعم خلال تسعة عشر سنة لم يصدر أي قرار عن مجلس الأمن بخصوصها تسعة عشر سنة مدرسلة إطلاق طبعا هذه المؤسسات الأممية هي عاجزة كم من هذا كلام لبعض اللي ما بيقروا أقول لك مع تطبيق القرارات الدولية روح أقرأ أنا إن شاء الله أبالك بنزلها حتى في قرارات من مجلس الأمن يعترف فيها بعجزه عن فعل شيء موجود مجلس الأمن أقرع على نفسه وما أدر يعمل شيء القرارات نحن بالبن لدينا تجربة الـ 425 نعم صحيح وقر ما هيك بـ أساسا وقت أصدر بـ 78 وقت أصدر قرار وقف الحرب هلأ أخيرا ضغري ذكرنا القرار 425 وقرب 78 بالـ 2000 لا حتى نسحب الإسرائيل ومش عمزاجه يعني بعد 22 سنة ولحد هذه اللحظة في قرارات كتير لم تنفذ بالمناسبة حتى مثلا الجميع العام الأمم والتاحدي عندك كتير قرارات لصالح فلسطين لأنه إلا طبعا هناك تصويت لشعوب العالم فبالتالي القرارات الدولية ليست للتنفيذ أبدا إلا إذا فيه نوع من معادلة معينة ركبت حدا ما ديستفيد منها أمريكاني لن يمرد الخرار بالفصل تحت الفصل السابع وإن كان بس كان أنه دولة إسرائيل بين هلالان إسرائيل ملزمة بموجة بالمثاق هي تعهدت بموجة بالمثاق وأنه تلتزم بقرارات المجلس الأمن في تعهد عشان هيك في هذه مطالبة جديرة أنه أن يطلب ساحب عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة حلو أنه هي أصلا الإسرائيلي كمعلومة كمان تاريخية هي انضمت للأمم قدمت طلبة الانضمام للأمم المتحدة بـ 48 ورفض طلبة رفض الإسرائيل هي أقل دولة بالعالم اعترافها بالمناسبة في أكثر من 40 دولة ما كانوا معترفين فيها رحلة 49 يعني بعد مرور عام كامل قدمت طلب مرة أخرى تمت الموافقة ضمن شروط لم تلتزم بالشروط هذي مسوّغات لسحب عضويتها بس أكيد دائما نحكي يعني هون في شوية توازونات بالعالم هذي هي المشكلة بالتوازونات لأنه بالمناسبة بموجب بيثاقة الأمم المتحدة أي دولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن تكون بالحرف محبة للسلام ما بتصور هيدا التوصيف ينطبق على الإسرائيلي كل ربع ساعة بيموت طفل في فلسطين كل ربع ساعة والمزهل مزهل يطلع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي من شهر من شهر باستجواب بالكونجرس الأمريكي عالنا بكل وقاحة فيديو موجود ما حدا بيتحرك ما حدا بيهز بيسألوا أحد أعضاء الكونجرس كم عدد النساء والأطفال اللي دينا قتلوا في غزة نساء والأطفال بيقولوا 25 ألف مباشرة هذا بحكي من شهر كيف تقرأ الموقف الأمريكي دكتور علي فضل اليوم اليوم وينو الأمريكي بالنظر إلى هذه القضية وما يحصل الأمريكي حتى للأسف على مستوى بعض الشرائح ما هي حسب عيه لفل عيه مستوى على مستوى الحزبين الحاكمين بشكل نعام وخصوص الحزب الحاكم النخب الحاكم الـ وعلى جزء من الشريحة الشرائح الشعبي بالمناسبة موجود يعني فيه تأييد بالمناسبة هذا أمر مؤسف هني شايفين أنه العالم العربي والإسلامي عنده potential أو إمكانية للنهوض يوما ما لأنه تاريخيا نهض فات على أندلوس وفات ع فيينا وفات وحاصرة فيينا وكذا هذا العالم الكبير اللي هو 52 دولة في العالم عم تحكي عم العالم 52 ومنتشر وفيه مليار وسبعمائة مليون مسلم هيدا ممنوع يجمع على بعضه يشكل خطرا إسرائيل يسوق على نفسه على أنه هو قاعدة متقدمة تحفظ الغرب خط يفع أول أمام الغرب أمام عودة مهوض المارد العربي والإسلامي من جديد وأنهن وجود إسرائيل في المنطقة عامل تفكيكة قاعدة ثابتة ما فهمنا كأمن قومي بهالطريقة وهذه تحظى بتأييد واسع طبعا هذا يرد عليها على كل حال نحن ما نرد على هذا الحكي من قالك أنه الأمور هيك هذه عملية تسويق تجري بس هو شايفة هيك شايفة خط دفاع شايفة ضرورة وعشانك بايدر وبيكرر وبيضل يقول لها وماعتباره بينسا كتير ممكن ما بعرف أنه إذا لم نيكن هناك إسرائيل لا أوجدنا إسرائيل نعم أنهن مقتنعين ضرورة وجودها كشرطي سيئ موجود في مكان حتى اليهود بالعالم لو فكروا مش عم نحكي كالديانة نحنا بس كيهود فكروا أنه عملين يتم استخدامهم للبقاء في هذه المنطقة قيضحها بهم حماية للغرب في مكان ما ما هي هو نوع من تخادم يعني نوع من تخادم بالضبط يجري بس نحنا نظرتنا مختلفة تماما أنه هذا مشروع آيلي إلى الفشل جسم غريب لم يتقبل خلال 80 سنة إيه خلص ما هو اللي ضرب ضرب اللي هرب هرب طيب هنم متعين غير هيك بدنا نحكي شوية صغيرة أبما ينتهي الوقت نستغل وجودك معنا لنحكي اليوم بالمعدلة أيضا هيك نرجع شوية صغيرة للميدان كيف عم يشطل إسرائيلي حاليا ومآفاق أو مآلات المرحلة عموما يعني نحنا شفنا كمان أنه صار في عنا ضربة للقنصرية الإيرانية في دمشق ويعني منذ أيام وكان أمر كمان كتير لافت نوقف عنده وعم نحكي كمان بردود وشي صار شي ما صار وإلى آخر اليوم الإسرائيلي شو بده وهل هناك من أفاق أو مآلات لهذه المرحلة أم لا ما زالت أضبط هلا إذا خدنا موضوع ضرب الاستهداف القنصرية كحدث بحد ذاته بعد مرور حوالي نصف عام على العمل العسكري المكثف من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتبجح بقوته دون تحقيق نتائج حقيقية نحن عنا تعريفات للنصر منها أنه تحقيق أهداف المعلنة نعم لم يحقق الإسرائيلي أي هدف بالتالي هو عنده مشكلة إذا الإسرائيلي وهذا قال على فكرة ما حق إنه إذا وقفنا الآن نخسر ما حق لأنه إنت صار لك ستة شر بتدمر وبتدمر وبتدمر خلصت من أنك عامل شي بعدك نعمل دمر أوكي قتل بشر مش الحال يعني عدد الحوامل بيغزة هنا أكثر من عدد الشهداء بيضعفين بيتعوض وإن كان طبعا كل إنسان له قيمة هائلة رحم الله الشهداء أكيد بس عم يحكي بالحسابات السياسية وعانا باعنا نزل سببتهم نعم فهو ما حق أي صورة ومنزعج ومضغوط وفي خوف وفي ألأ وفي تعدد جبهات وفي الدعم الغربية مش خلص صرف يعني وآخر شي وبعدان يعني بيعطوا اسلاح وبعدان ما في نتائج على الأرض يعني مش عبي حاول نتائج على الأرض الإسرائيلي حتى بيخاف من هالنقطة أنه عدم تحقيق نتائج على الأرض بالعقل النفعي الأمريكاني بالتحديد بيستبدله بكرة بيدور على حد بديل عنه لأنه مش عبيهم بالمهم المطلوب منه أصلا فما هو الحل ما هو الحل منرجع منحاول نكبر الحجر شوي منحاول نهرب إلى جبهات أخرى منحاول نورط أطراف آخرين هي دليل فشل في مكاننا فالإسرائيلي كان يستطيع الإسرائيلي مثلا بموضوع قصف دمشق حط سيارة مفخخة نخلص الموضوع كان بأي طريقة بس لا منجيب F-35 معروف بالتحديد هاي الطائرات بالتحديد من فوق الجولان وسهدف بالصواريخ لمقر دبلوماسي بتحميل تفاية العلاقات الدول الكنسولية فيينا تبعها 63 ممكن المادة 31 هذا الدول الكنسولية محمية لها حصانية معينة بيكون عبي عم نوقف تحدي كبير تجاه الإيراني يعني هو لما يعمل هاك يعني بده الإيراني يرد عليه اللي يرد عليه بالشي والول الناس بتنسى فلسطين يبصير القضية حرب إخلمية بتروح الصورة لمكان آخر ويحرج الأمريكي للانخراط والمشارك طيب الإيراني لش بد يسلف الإسرائيلي ما يريد يعني هلا الحسابات دايقة شوي من ميلة لابد مرة في مكان المال لأنه في أرض إيراني سهيفت هذه المرة في نوع من كرامة وطنية معينة من ميلة تانية يجب أن لا يحقق الهدف الإسرائيلي وأن لا تصبح المعركة في إطار آخر لأن هذا طلب إسرائيلي يعني حاجة إسرائيلية بالتحديد فتصور الآن الإسرائيلي مستنفر ومحتاط وشو نوع الضربة وكيف بدت تكون الضربة بحيث ما تؤدي إلى كذا وكذا في تفاصيل أنا نموذج مزار الشريف بالـ 98 الإيراني مرد على استهداف خونسريته هناك من قبل طالبان وأن نموذج استهداف الفريق قاسم سليماني بمغداد الإيراني رد وقصف عين الأسد نموذج مرة رد مرة ما رد حسب المصلحة الآن أعلن أنه سيرد شكله وكيفيته وهذا السؤال المرحلي يعني بنا نشوف واضح أنه الأمور ما في إلى خواتيم واضحة لحد الآن وبرعيك راح تروح لحدود الانتخابات الأمريكية بلغمبر ولا لا ممكن يصير شيء هل هو نحكى بفترة سابقة أنه ممكن بحزران يصير في حال حالي لا يبيع بايدن كأنجاز له الانتخابات بس ما هو ما فيش آفاق معاً غلاق الآفاق الأمور بتطول ببناش ننسى أنه في حرب بتطول يعني فبتطول الحرب الانتظار متغير ما بس الأكيد الأكيد الإسرائيلي هو المحشور هو المعلم بحاجة إنجاز هذه المشكلة يعني عنده نعم يعني من جديد نقول أعانى الله أهلنا في فلسطين وفي كل جبهات المقاومة على الثبات والسمود إن شاء الله الله يمن عليهم بالنصر القريب والفرج العاجل نحنا تقريباً صرنا بختام هذا الحوار بس بعض في عنا محطات رمضانية مثل ما أنا في عنا حزورة شو القيلي لليوم خلينا نتذكرها سوا نشوف شو هي لنعرف بعدين الإجابة لتقول هيك سمعت عن كلمتك مسؤول موسيقى ولا تروح تحكي بقصاص ما لك فقه فيها لوم اضطر تفحص خبايا داخلك عطول وعينيك صورة إثم إياك تعطيها حزورة شلقية برعاية مطعم لفلوف الجواد البحار حرقوس سلسلة مطاعم التركي مطعم ويلة تروبيكانا سنوبرة مطعم بيروت آذنو حلويات السلطان حلويات الشرق حلويات عيسى حلويات الألعى ومحلات تياب الأطفال تاينيس بيبي شاب إي أس إي جيرلي جيرل نيو فرح إذن هذه كينة الحزورة والإجابة الصحيحة لإلى هي الآية 36 في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول صدق الله العلي العظيم ألف مبارك لكل اللي أجيب هذه القلة يجيبي ومشاء الله واضح أنه نكتار صار البوكال للقرعة قدامك دكتور علي بنطلب أنك تبشر كم مرابح معنا لليوم؟ أربعة مثل العادة أربعة بدنا نبشر أربعة أسماء بالفوز حتى يقولون لنا خلقنا يلا إيه توخيا للنزاهة صدق الاسم الأول الاسم الأول ملاك محسن جمعة مبارك يا ملاك هيدا أول اسم وأول رابحة معنا لليوم باسم الثاني نعم علي الهادي أحمد فحص علي الهادي فحص كمان مبارك يا علي دكتور عم يخرط بنية وإيمان علي سليمان نعم مبارك لكل الرابحين بذكر أنه الهدية أو الجائزة هي إفطار لشخصين ندعوكم جميعا للمسارعة التواصل مع زملاء بالقناة لتحصلوا على جويزكم ألف شكر وتحيي لحضرتك دكتور علي فضل الله رمضان مباك علينا وعليك إن شاء الله وكل عام خير وإنتم بألف خير يا رب مستمرون معكم مشاهدين ومستمعين لحظات تفصلنا عن محطتنا التالية مع زميل الشيخ حسن مشير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعية ومشاهدية الأحبة متابعي قناة الإيمان الفضائية وإذاعة البشائر طيب الله أوقاتكم بكل الخير أهلا وسهلا بكم إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج فقه الصوم هذا البرنامج الذي سيكمل معكم حتى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عشية عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع بالخير واليمني والبركات وبلغنا الله إياه مع الأمة الإسلامية جمعاء لسيما المجاهدين بكل الخير والبركة والنصر المؤذري بإذن الله تعالى سوف نترافق وإياكم على الهواء مباشرة نتلقة صلاتكم على الأرقام التي باتت معروفة لديكم من خلال الهاتف على الرقم 009611822914 ومن خلال الواتس أب على الرقم 00961 76643480 ضيفي لهذه الحلقة سماحة الشيخ زهير قوصان مدير حوزة المعهد الشرعي الإسلامي أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ أقبل الله وأعمالكم إن شاء الله سماحة الشيخ لدي سؤال حول موضوع البلاء أو المؤمن والبلاء ما المقصود أن المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه وما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله طبعا الإنسان كلما زاد إيمانه زداد بلاءه واشتد امتحانه طبعا هذا سببه الالتزام الذي يعيشه الإنسان المؤمن والشعور بالمسؤولية التي يتحسسها الإنسان المؤمن فكلما كان الإنسان أكثر شعورا بالمسؤولية وأكثر التزاما بما يجب عليه من مهام في هذه الحياة الدنيا فيشعر بثقل وعبئ الأمور وتزداد عليه الأمور أما الإنسان المستهتر والإنسان المستخف لا يشعر بأي ثقة ولا يشعر بأي قيمة وبالتالي لا يشعر أنه مبتلى وأنه ممتحا حلو توجيه جميل يعني مختلف عما يتبادر إليه الذهن والله سبحانه وتعالى ليس مسألة تشفي أو انتقام من المؤمن وإنما لأن هذا الإنسان هو الأهل والمؤهل لأن يحمل المسؤولية فالله سبحانه وتعالى يعطيه ويكلفه ولذلك ذكرت الروايات أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء لأنهم كانوا يعيشون المسؤولية بأعلى درجاتها فعندما ينظر إلى أمته ينظر إلى مجتمعه يشعر أنه مسؤول عن كل إنسان في هذا المجتمع كبيراً كان أو صغيراً وبالتالي يشعر أنه مطالب في كل لحظة في كل وقت مطالب بأن يبحث عما تعاني منه هذه الأمة ويعاني منه هذا المجتمع ويفكر كيف يجل الحلول والتخفيف عن هذه الأمة وعن هؤلاء الناس ثم الأولياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل هذا هو السبب أن المؤمن أشد بلاء من غيره خلينا نعطي مولانا امتحان من حياتنا العملية والواقعية هناك حديث يقول ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع الإنسان المؤمن الذي يعيش المعنى العميق للإيمان يشعر بجوع جاره ويشعر بالقلق نعم ويحاول أن يسعم في سبيل أن يخفف عن جاره وهكذا إذا وسعنا الدائرة ووسعنا المسؤوليات ووسعنا المهام ورفعنا المراتب والدرجات لأنه كلما زاد الإنسان ارتفاعاً في المقام الاجتماعي في المرتبة الاجتماعية تزداد مسؤوليته يعني أنت تخيل مثلاً الآن موظف عادي في مؤسسة من المؤسسات نعم موظف والمدير العام نعم للمؤسسة نعم هل ابتلاء هذا وحجم المسؤولية نفس الحجم صحيح فلذلك هذا أكثر والعين عليه أي خطأ أي خلل أي ثغرة شو رح يبادر شو رح يعمل أيضاً النتائج النجاح والفشل أول ما يحاسب يحاسب الرأس فلذلك كل هذا يؤكد أن كل ما ارتفع الإنسان في أواقع الحياة كل ما ارتقى في مراتبه وفي مسؤوليته كل ما ازداد ابتلاؤه وكل ما ازداد ابتحانه واختباره في هذه الحياة طيب خلينا نتفع على قاعدة مولانا مسألة الابتلاء هي مشتركة بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن كل الناس محل ابتلاء المؤمن هو الذي يشعر بهذا الابتلاء ويعيش معناه معاناته يعيش مسؤوليته ومسؤوليته ومسؤوليته أما غير المؤمن فهو لا يشعر فيه لأنه يستخف يستخف ويستهتر ولذلك يقع فريسة استخفافه واستهتاره ثم يفاجأ بالكوارث تأتي عليه ولأن حتى الإنسان المؤمن إذا بده يعيش قيمة الصبر عند أي ابتلاء إيمانه يدفعه إلى الصبر هذا الصبر ليس شيئا هينا ليس شيئا سهلا وهو سبب هدايته وسبب رجده وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني كلما عاش الإنسان مسؤوليته عن البلاء والامتحان وصبر على كل هذه المهام على صعوبتها على شدتها على كترتها صبر وتحمل وقام بواجبه كما ينبغي أن يقوم به الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب ويفتح له منافذ ينفذ من خلالها ليعرف كيف يواجه كل هذه المشكلات وكل هذه الصعاء وكل هذه الأمور التي تواجهه في هذه الحياة الدنيا ما معنى المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف المؤمن القوي أن يكون أولا قويا في عقله ووعيه ومعرفته أن يكون قويا في اتخاذه القرار في جرأته لأن الإنسان إذا كان يعاني من ضعف على مستوى الفكر أو العقيدة فهذا ينعك السلبا على درجة إيمانه وثبات ورسوخ إيمانه يعني الإنسان عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يملق قوة الحجة وقوة الدليل والبرهان فقد يسقط عند أول حوار وعند أول تجربة يواجهها وتثار في وجهه بعض الشبهات فما لم يكن قويا على مستوى الحجة على مستوى الدليل على مستوى البرهان الذي من خلاله يثبت عقائده ويؤكد صحة ما يعتقده هذا قد يتزلزل وقد يسقط إذا لم يكن قويا على مستوى الإرادة والعزم عند أول تهديد قد يتراجع عن كثير من مواقفه وعن كثير من مبادئه وقيمه أما إذا ثمت في مواقفه وكان شديد المراس كان له عزم وإرادة قويين يستطيع أن يواجه كل التحديات التي يمكن أن تمر عليه في هذه الحياة الدنيا في جزئية بالجواب حول موضوع قوي في وعيه حابب أقف عنده ولكن خلينا نأخذ اتصال على الهوى مباشرة الحجي خديجي تفضل يا حجي حجي خديجي حضرتك كبير بالعمر مريضة وممنوع عن السيام لأنه عنده القلب نعم يعني قديش عمره تقريبا قدي عمره عمره 77 سنة 77 سنة يعني لو حاولت تتصوم حتى لو مانا مريضة لا لا لو حاولت تتصوم أصلا ما بتقدر تتصوم والحكيم ممنوع عنده بالقلب على كل حال تابعين أخذ خديجي ماشي ماشي تابعين شكرا لك مولانا نحن عم نسأل عن العمر حتى نعرف أنه هل هي من وصلة العمر يعني صار صار تعاجزة تتعذر عليها الصوم تتعذر عليها الصوم ويسقط عنها القضاء القضاء وتسقط الفذية أيضا ولا لا بدأت تدفع الفذية ما هو هون إذا فعلا هي بلغت من العمر مرحلة بحيث حتى لو لم تكن مريضة يتعذر منها الصوم فلا شيء عليها أصلا أنها غير مكلفة بالصيام وبالتالي لا يترتب عليها حتى الفذية بس عادة هذا العمر مولانا 77 ما بيكون هلأ إذا هي لو لا المرض كانت بتقدر تصوم ولو بتعب فعليها الفذية والفذية تقريبا 20 دولار وأنت بتندفع إذا حل شهر رمضان القادم وبقيت على وضعها وبقيت على قيد الحياة حين إذا يترتب عليها دفع الفذية لشهر رمضان القادم بإذن الله طيب مولانا بالنسبة للحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف بموضوع الوعي قويا في وعيه فينا نقول أنه المؤمن القوي هو الذي يكون لديه الفطنة ويكون لديه النباهة ولا يكونه سادجا لأنه بعض الناس طبيعي بعض الناس يصفون المؤمنين بقول لك هذا طيب على نياته هل المؤمن هو إنسان طيب على نياته طيب هو أكيد لازم يكون طيب هو هاي المسألة أنه طالة يكون إنسان مؤمنا متدينا ملتزما ولكن لا يستطيع أن يفكر بشكل صحيح لا يلتفت إلى أبسط الأمور لا يتنبه إلى بعض القضايا بحيث قد يستطيع أي إنسان أن يمرر عليه أي قضية وأن يتلاعب به فهذا يصبح في معرض الخطر ولذلك بعض الناس الذين يسيئون إلى أفكار الناس وإلى أفكار المؤمنين ويمررون بعض العقائد التي تصنف في خانة الخرافة أو التخلف هؤلاء كيف يستطيعون أن يسوقوا لمثل هذه الآراء ولمثل هذه الأفكار والمعتقدات لولا أن بعض المتدينين الذين عندهم حالة من السذاجة والبساطة في التفكير والضعف في التلقي واكتشاف الأمور فبالتالي لمجرد أن يربط المسألة بإمام من الأئمة ويهول على الناس تجدهم يخضعون ويتقبلون أي فكرة ويتقبلون أي خرافة ويتقبلون أي قضية فإذا به بعد مدة تتحول عقيدته إلى كم من الخرافات وكم من التخلف وتعصلح بعد ذلك وهذا من أخطر الأمور التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان المتدين والإنسان المؤمن التي تنطلع عليه مثل هذه الأمور فلو لم يكن ضعيفا في وعيه لم استطاع أي إنسان أن يمرر هذه الأفكار ويرسخها عنده ويجعله يعتقد بها اعتقادا جازما ولنا كل هذا الجيل الذي تربى تحت منبر سماحة المرجع الراحل السيد فضل الله بيسمع وكان يسمع من سماحة السيد أنا بتذكره من أيام أول ما إجا على بير العبد كان بعضه عمري يمكن هاك 8 سنين و10 سنين كان يقلنا مش لأنه أنا عم بقلكم يوهم تخدوهم متل مهنة حتى اللي أنا بقلكم روحوا فكروا فيه فكروا فيه بتعونا شوني أكد أكد على يعني رسخ فينا مسألة أن نفكر في معنى اتصال الحج أبو محمد محطتنا القرآنية اليومية أهلا بالحج أبو محمد السلام عليكم يا حياة شيخنا عليكم السلام ورحمة الله عليكم شهر مبروك إن شاء الله الله يبارك فيك يتقبل أعمالك بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنكذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهترون صدق الله العلي العظيم أحسنت أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك جميعا أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شفيعك إن شاء الله يوم القيامة وشفيعنا جميعا وشكرا على هذه الاختيارات الموفقة للآيات شكرا جزيلا حزو محمد مولانا سؤال يقول الحج أشهر معلومات لماذا أشهر؟ لماذا قال أشهر؟ طبي لأنه اتفق العلماء بشكل عام لأن شهر شوال عندما يدخل يبدأ موسم الحج فأشهر الحج لما استعمل أشهر صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة فشوال وذي القعدة وذي الحجة هل أختلف الفقهاء والعلماء حول ذي الحجة؟ هل كل ذي الحجة أو بعض من أيامه وهي الأيام الأولى العشرة الأولى زائد أيام التشريق نعم فهذا إذا نظرنا إليه فهو يشكل صيغة الجمع وإذلك عبر الله سبحانه وتعالى بهذا أن الحج أشهر معلومات فالإنسان بشهر شوال بيبلش يحضر نفسه حتى بيقدر يبلش بأداء المناسك يعني لو فرض الإنسان كان عنده حج تمتع فبيقدر يحرم لعمرة التمتع في شهر شوال ويؤدي هذا ويبقى إلى ذو الحجة حتى يأتي بعمل حج تمتع يعني ابتداء من شوال يستطيع الإنسان أن يبدأ بأول شعير أو منسك من المناسك الحج كذلك يترتب أثر شرعي لهذه المسألة أكثر الفقهاء يقولون أن إذا بلغ شوال وكان الإنسان مستطيعا للحج فيجب عليه أن يحافظ على هذه الاستطاعة حتى يؤدي الحج وليس له أن يفرط بهذه الاستطاعة وأبل شوال أما قبل شوال لا سبحان الله لأنه بعد ما دخل موسم الحج نعم وسؤال ما حكم يقول ما حكم من يخالف شرع الله لا يعمل بأحكام الله ويقول أن هذا غير موجود ولا يصدقون مثال أن الزوج يرجع زوجته أثناء العدة الناس لا تصدق أن هذا موجود ما حكم هؤلاء ما عليهم إلا أن يرجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة ثم أن الإنسان عندما يريد أن يعمل بفقه خاص مغاير ومخالف لما ثبت من خلال القرآن أو السنة فليختر دينا غير الإسلام أما أنا عندما أريد أن أقول أنا مسلم فلا بد أن ألتزم بكل أحكام الإسلام نعم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض طيب بل كما أصوده مولانا طبعا هو يؤمن بالإسلام وبأحكامه ومسألة الإرجاع أثناء العدة وارد في القرآن الكريم في الآية بشكل واضح ولكن مسألة أنه يرجعها من دون ما يخبرها ها هو مش أيل هيك بس يعني قد يكون هيك فينا بالسنة المنبوية موجود هذا المصداق لهذا الحكم صحيح هلا هو بدون ما يخبرها فهذا الأمر له علاقة بالعملية الإجرائية لمسألة الرجعة أصلا إرجاع هو يصطي يعني حقا بنص القرآن بنص مجرد ما أرجعها بأي صيغة فترجع تصبح تعود زوجها كما كانت قبل الطلاق غايته لو أنه سكت عن الموضوع ولم يخبرها ولم يشهد على ذلك ولم يشهد على ذلك ثم بعد أن انتهت عدتها وأرادت فرضا أن تتزوج من رجل آخر جاء وادعى أنه أرجعها فهنا عليه أن يقيم البينة على الإرجاع فيصبح هو بحاجة إلى بيّنة لأنه لم يخبرها أثناء العدة هذا التفصيل كثير فهذه مسألة علاقة بالأمور الإجرائية فاللي ما بده يشتغل بهذه الأحكام مثل ما تفضلت بعدها أنت ما بدك الإسلام يشوف شيء دين آخر لأنه ما في يلتزم يعني يؤمن بشيء ولا يؤمن بشيء والله إذا لمصلحتي بأخذ فيها إذا مش لمصلحتي ما بأخذ فيها الدين يعني ناخده كله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيارة من أمرهم ما في أن اختارها هاي دي ايه وهي والله بدي هاي بقبالها هاي ما بقبالها هاي بتناسبني هاي ما بتناسبني اتصال أيضا على الهواء مباشرة الحج محمد اتفضل يا حاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مولانا أنا أعرف أنه لما منصل المغرب بيكون بعد الحمراء ومضطر أنا كنت سامع السيدة حمد حسين فضل الله قضوان الله عليه والله يرحمه أنه هاي الحمراء بتكون الشمس عم تشلق بغير بلد بش معناتها أنه دايز المنطل لتعتم المغربة أو العشاء طيب أنت عم تسامع شو السؤال تحديدا السؤال أنه هاي الحمراء هي مظلوطة أنه بتكون الشمس عم تشلق بغير بلد لا أكيد أنت سامع بشكل يعني فيه اشتباه بالموضوع هذا راح نوضح شو هي شو هي هي الحمراء اللي من جهة الشرق إن شاء الله صحيح يا أهلا وسهلا حاج محمد هذه هي الحمراء اللي من جهة الشرق التي اشترط بعض الفقهاء أو الفقهاء بشكل يعني أغلب الفقهاء أغلب الفقهاء أن تذهب زوال الحمراء حتى يدخل وقت الصلاة لا شو هي هذه الضحاء الله هذه هي انعكاس ضوء الشمس على الجهة المقابلة فما فينا نعتبر أنه هذا أنه والله الشمس عم تشرق بمكان آخر لأنه الشمس صارت بها الاتجاه والحمرة بها الاتجاه فإذا بدأت تشرق الشمس بدأت تشرق هون صحيح مش هون هون غربت راحت فهذا يعني هلأ هي أغربت عندنا وعم تغرب عند غيرنا مش عم تشرق عند غيرنا كمان حتى لو يعني في بلاد أول شي هلأ ياخد أي واحد مننا ياخد ضوء أو شمعة ويحطها هيك وينظر الطرف المقابل ويبلش ينزلها شوي 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 بيشوف فيه انعكاس لهذا الضوء لهذا الشعاء عم يرتفع كل من خفض قرص الشمس كل ما هذا الضوء الموجود بالجاه المقابل بيرتفع حتى يصبح مسامة لقمة الرأس بذلك بيقولوا انه شو معنى زوال الحمرة وكيف يتحقق زوال الحمرة بيقول ما دام انت لما عب تنظر بشكل مستقيم ترى الأحمرار فمعانة بعد ما زالت عندما لا تراها إلا إذا رفعت رأسك فإذا صارت مسامة لقمة الرأس هون يعتبر أنه زالت الحمرة المشرقية بعدين هذه مولانا هذه زوال الحمرة أنا إذا أعدم منطقة جبلية ولا أرى الأفق أمامي لحتى تتأكد إذا الشمس زالت عند البعض نفس الشي يعني يلا في فاتو عند السيد السستاني في بعض البلاد التي قد لا تزول الحمرة بشكل كامل أو كذا فيمكن الاكتفاء بذهاب القرص إذا تأكدنا من ذهاب القرص هل صحيح أن الله لا يغفر للظالم وهل إذا المظلوم ما سامح الظالم ما بيدخل على الجنة طبيعي الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عن حقوق الناس يعني تارتان في شيء بينك وبين ربك فأنت وربك تستغفر ربك بالتوب تطلب منه يعفو عنك يصفح لا يصفح هو شغلته أما إذا في شيء بينك وبين شخص آخر فبده نفس الشخص هو يتنازل عن حقه ويسامحك وهذا تأكيد لمبدأ العدل عدل الله أنه أنا سامح بحقه بس ما فيه سامح بحق الآخرين ولذلك الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات يعمد إلى الظالم والمظلوم فيبدأ يمني المظلوم لأنك إذا تخليت عن حقك إذا سامحت إذا صفحت إذا عفوت بعطيك كذا بقدم لك كذا ببلش يغريه لحتى يسامح هذا الإنسان يعني الله ما بيتخلى عن مسأل صحيح ما بيتنازل عن حقوق الآخرين إلا إذا تنازلوا عنها بس مع ذلك يسعى لإرضائهم بطريقة تجعلهم يعفوا ويصفحوا حالا بعدها الإنسان يوم القيامة مولانا هذا الإنسان اللي طالع عند ربه متل ما بنعبر بالجنوب ملتوت لك بالمعاصي ووقف قدام الله وعم بيقول له سامحني طيب كيف إليك أنت عين تقول له لا الله سامحني ويغفر لي وانت مش مسامح الإنسان وما بتقبل تسامح الناس آه وما بتقبل تسامح الناس ها كمان يعني مثل ما أنت بتطلب لنفسك العفو من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تفكر بأخيك الذي أخطأ في حقك وتصفح لأ عنه لك بأي لحظة ذي هو أحوج ما يكون الإنسان إلى العفو والإنسان سبب إلينا العفو صحيح وإن تعفوا أقرب للتقوى مشاهدين ومستمعين فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا بعيدا أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى القسم الثاني من حلقة اليوم من برنامج فقو الصوم أهلا بكم سماح الشيخ سبير قصان سماحة الشيخ سؤال عن الفرق بين الجن والشيطان الفرق بين الجن والشيطان أن الجن هم قوم من الأقوام الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى ومنهم المؤمن ومنهم الكافر أما الشيطان هو كل من يبعذ عن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إنسيا كان أو جنيا ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر في القرآن الكريم شياطين الجن والإنس يعني من الجن من هو شيطان يوسوس للإنسان فيبعده عن الله سبحانه وتعالى ومن الإنس كذلك من هو شيطان يوسوس لأخيه الإنسان فيبعده عن الله سبحانه وتعالى فإذن الشيطان أعم من الجن وبقاءه إن صح التعبير إذا بدنا نجي نعمل مقارنة منطقية ما هي النسبة بين مفهومي الجن والإنس فبتطلع النسبة بيناتهم عموم وخصوص من وجه بعض الجن شياطين وبعضهم مؤمنين وبعض الإنس شياطين وبعضهم مؤمنين سبحان الله إذن قد يجتمع الجن والشيطان نعم في الجن الذي يبعد عن الله وكذلك في الإنسي الذي يبعد عن الله هذا درس منطق على الهوى طيب تعرف مولانا بها الأيام عم يطلع مع البني آدمين شغلات أكيد إبليس ما فكر فيها يعني الله يسترنا الحج قاسم من كندا يا أهلا بالحج قاسم السلام عليكم شيخ حسن تحيي لألك وتحيي لفضيلة الشيخ أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله تحيي إلك للمشاهدين جميعا شيخنا القاضل فيه شخص مثلا ما بتصلي بس الله هداه حسيني وصام الحمد لله ألولو بعض الإخوة أنه سيام بلا صلاة يعني سيامك مش مقبول لا حول الله إلا إيجا عم يسألنا اللي مضبوط هيك أنه إذا الواحد بصام ما بصليش سيامه مش مقبول اللي من لي قالك قال لي أحد الإخوين يقول له لا إن شاء الله مثل ما الله هداك على الصيام الله بيهداك على الصلاة أحسن بس السيامك صحيح السيامك صحيح بس لازم تتغل عقلك وتصلي لنشان تكمل لأن الصلاة عمود الدين إذا قبلت قبلها ما سواها لنشان يتم الإيمان المضبوط وإن شاء الله الله بيهداك قال لي بس فيه مسألة هلأ جاي يسألك فيه هو بقى حاج آسن فيه ناس فيه ناس بمجتمعاتنا نحن شغلتها يأسو العالم يعني هادي مهمتها أنه يأسو الناس من الدين ومن غير الدين تفضل شو السؤال بالزبط أنا منشان هاك حبيت أطرح المسألة وهلأ هو غيره عم يسمعها منشان شوف موعزة الشاخ كبه الدفان لما طرح السؤال التاني قال لي فئة المجنب أنا وحلت بيبطل الصلاة قلت له لأ إذا فئة آآ عفت فاق مجنب فاق مجنب هو قال لي بيبطل الصام قلت له لأ الصام صحيح بس بدك منشان الصلاة قال لي معاني مش عم صلي قل له إن شاء الله الله بيهداك بتصير تصلي بس أنا بدي أعطيك الحكم نعم قلت له صيامك صحيح بس بدك تغتسل منشان الصلي نعم إنه منشان وقت الصلاة تغتسل قال لي لو طردنا مفيش ماء يعني قلت له أكل لمسات يمم تصلي تضلك يعني طاهر يلا رح نعطي رح نعطي التفصيل للشيخ والشيخ بيحكيه يلا فضل شايخ ناش رح نعطي وانشان يسمعه هو نعم شكرا جزيلا حاجة قاسم تحيي إليك ولمشاهدين بكندا جميعا مولانا متل ما قلنا في ناس شغلية تتيأس العالم من الدين ورد عندنا الفقيه 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 من لم يقنط الناس الفقيه الفقيه من لم يقنط الناس يعني لا يجعلهم يعيشون حالة القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله نعم لا بدوا يعطيهم فسحة هلأ صحيح نحن ندعو الناس إلى الإيمان والالتزام بكل التعاليم وبكل الفرائض والواجبات التي كتبها الله سبحانه وتعالى علينا ولكن لو أن إنسانا كان في بداية هدايته وفي بداية الطريق طريق الالتزام يلتزم بعض القضايا نعم ويخالف في بعض القضايا لا أستطيع أن أقول له إما أن تلتزم بالكل نعم أو لا تفعل شيء هذا كلام خاطئ وغير صحيح فلابد أن نشجع هذا الإنسان أنه الله يزيك الخير الله يهديك والله يتقبل منك أنت الآن بدأت بالصيام إن شاء الله يكون الصيام هو الطريق الذي يحملك ويوصلك إلى الالتزام بباقي العبادات وبباقي الواجبات والفرائض التي كتبها الله تعالى عليك فالإنسان لعله يستفيد من هذا المخرج ويستفيد من هذه المخرج أنه اليوم هذه طاقة نعم أمل وطاقة الضوء فتحت له نعم فلعل هذا الضوء ضوء الإيمان وضوء الهداية نعم يتسلل إلى قلبه شيئا فشيئا فنحن علينا أن نساعده حتى يستطيع أن يرى الحق بكل جوانبه بكل أبعاده نعم ويلتزم بكل الفرائض والواجبات نعم علينا أن نشجعه أن نقول له إن شاء الله عملك هذا صحيح وهو من حيث الصحة عمله صحيح لأنه لا يشترط في صحة الصوم أن يكون مصليا هلأ مقبول أو غير مقبول هذا شغل الله فهلأ أنا بقول له صحيح يعني بكرة ما بقول له أنت عليك بذمتك مثلا شهر صيام أو شهرين صيام أو ثلاثة شهر صيام لأنه وصام غايته بقول له أنت بدك تكمل صيامك مثل إذا إنسان الآن مدعو إلى حفلة ونحن بشهر رمضان مدعوين إلى مائدة الله سبحانه وتعالى وإلى ضيافة الله شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله نعم فهل يمكن لهذا الإنسان أن يذهب إلى هذا الحفل عاريا من غير لباس لا أكيد رح ي وإلا بيحاول أن يكون بأحلى حلة وأجمل مظهر وبكامل أناقته فكذلك أنت أيها الصائم أنت مدعو لتكون ضيفا على الله سبحانه وتعالى وحتى تحل ضيفا مكرما على الله لا بد أيضا أن تكون بهندام كامل ومن تمام هندامك ومن تمام زينتك طاعة الله بصلاةه بصلاة والصيام وكل الفرائض والواجبات التي كتبها الله تعالى علينا موضوع إذا فائل الإنسان وهو على جنابه أين تكون الصوم صحيح؟ أين تكون في إشكال بالصوم؟ خلينا نفصل طبعا إذا استيقظ الإنسان بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنبا ولم يكن عالما بجنابته في الليل فصومه صحيح أما إذا لا استيقظ قبل طلوع الفجر وكان هناك متسع من الوقت يستطيع أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب عليه أن يغتسل وليس له أن يبقى على جنابته حتى يطلع الفجر وإلا يفسد صومه يعني إذا تعمد البقاء طبعا إذا تعمد البقاء وفي متسع للغسل وما غدا مقتسع فصومه بيصير فاسد عليه بحسب فتوى سمح السيد أن يحطط بالبقاء صائما ممسكا صائما صائما ويقضي الصوم مع الكفارة طيب وإذا استيقظ قبل الفجر وكان في وقت كتير قليل وما بلي الحقي يغتسل إذا كان هذا المقدار لا يكفي للغسل وإنما يكفي للتيمم فعليه أن يبادر إلى التيمم من أجل تصحيح الصوم و إدراك الواجب نعم فيتيمم وبعد ذلك يغتسل من أجل الصلاة يغتسل من أجل الصلاة نعم فقرت مع أوضد لنشوف اليوم كمان زملتنا ندين شو محضرت لنا كنتنا لليوم بتقول من فترة إيجا لعنا رفيق جدة هو اللي مربيني مد يده تيسلم ما سلمت عليه زعيل واعتبره اللي تقيمي إله وقال لي ولو يا بنتي ما أنا اللي مربيكي وانت مثل أحفاده مشان ما أكسر له بخاطره مدت يدي وسلمت عليه خلونا نشوف مين مع ومين ضد بالنهاية الدين أنه في حلال حلال والحرام حرام بالنهاية إذا بدي أنا سلم على الكبير حيجي يوم سلم على الشاب وعلى الصغير فلا أنه الأفضل نقل لهم أنه أنتم مثل بينا مثل خينا بس في حدود ما فينا نتخطيها عندك بنات ووجهت هيك مشكلة وبنتك سلمت لا بدي إله ماما أنه هذا السلام نحنا ما بيجوز إن كان مثل جدنا مثل عمه لا الحلال حلال والحرام حرام بالنهاية ما فينا نتخطي هيدا الشي أكيد ما بيجوز وفينا نحنا نشتغل بطريقة تانية حتى ما نكسر له خاطره للحاج مثلا في كتير طرق في مثلا أنا برخي كم إيدي وبسلم عليه بس كمانا بقل له إنه يا حاج بشرح له إنه لا أنا ما بدي سلم عليه نحنا عندنا مجتمع مش مأهل أولادنا ما بصير فيه توعية دينية ثقافية بهيدا المجال أكتر رحت على الرجل الكبير بالعمر هي ما بدا تسلم بالأول بس هو المتقبل واعتبرت نوع من أنا برأيه لا معصية للخالق لحتى لنرضي المخلوق لا ما علي ما يزعل أحلى أنا ما أحصل رب العالمين أنا هيك برأيه أنا بتقبلها هلا عغيري حور أنا أساسا ما بسلم بالإيد لأريح لحتى ما حدا يصدمك ويفشلك يعني أنت ما بتسلم مشان بتخاف من الفشل مش مشان الحلال والحرام أنا بسلم عادي مش ملتزمة كتير أنا ما أنا ملتزمة كتير بس في حلال وفي حرام ما بسلم إنه ليش بحطاط آه خوفة تاني من البحف مش مفروض تسلم عليه حتى هو مش لازم يتقبل تسلم على البنت لو هو مربيها عشان في حلال وفي حرام أيضا حرام ما بجوز هو مش لازم يقبل حبيبتي آه حتى لو قال لعني مربيك طبعا أنت زلم كبير وبتعي في حلال وبتعي في الحرام لو أنت مربيها بجوز تسلم عليك فأكيد ما بجوز مش ما يعلمها إنه هيدا حلال لأ هو بالحرام حرام والحلال حلال ما بدها تكسر بخاطره نحنا بإرادة ربنا ولا بإرادته نحنا الحرام حرام في حرم شرعية ما فينا نتوارط عادات نحنا قديمة وهي عادات منا مزبوطة مش هيدا كان فيه جهل هلأ الحمد لله صار فيه وعي صار فيه إدراك عند الناس إنه هيدا حلال وهيدا حرام طيب إذا حطيتي بهيك موقف وشخص هو مربيك شو بتعني؟ بمرق بطريقة سلسة شوية حتى ما أجرحوا أيك قال لك كرام تسلم عليها المرة لا بقال له يا بابا فيه يعني فيه غضب رب العالمين بالبدأ فيه حلال وفيه حرام ما فيني قول بهذه الخطوة إذا اليوم أنا سمحت بهذا الموضوع بكرة بنتي نفس الشي بكرة يعني أولادنا حيتوارسوا هذه الشغلة فما فينا نحنا توارس الغلط مولانا هدي العناوين اللي عم نطرحها بها الفقرة هي عنوين واقعية بتصير بحياتنا كل يوم وفيه كتير ناس بيفهموها غلط والدليل إنه عم تنقسم الآراء يعني ب موضوع المصافحة باليد أينت أنا يعني أول شي مين بقدر صافح بييده يعني المكلف مين فيه صافح بييده وأينت بيكون فيه حرج يعني ومين بيقدر هذا الحرج طبيعيا مسألة المصافحة باليد لا تجوز بين الرجل والمرأة الأجنبيين يعني اللي نمعتبرهم من غير المحارم المحارم هن الأب الأخ الأبن ابن الأخ ابن الأخت الجد العم الخال هول هن أما ابن عمي ابن خال ابن عمتي جارنا كنا نوصغاري والله مربينا كذا ما في ما دام أجنبي يعني أجنبي بمعنى أنه ليس من المحارم فلا يجوز المصافحة باليد هلا هي المشكلة وين أنه نحن عم نتوارث بعض العادات والتقاليد اللي عم تجينا من المجتمعات والبيئات المختلفة وخصوصا الغير إسلامية حتى بلغ الأمر بالبعض أنه مسألة المعانقة والتقبيل صحيح بين الرجال والنساء بشكل طبيعي هل طبعا أنا هون ما بدي شكك بالنواية يعني لما رجل بيصافح امرأة أو حتى أحيانا لما بتعانقوا وبيعانقها وبيقبلوا بعضهم يمكن يكون تعالى بيحببت البنته هو هذا اللي عقوله أنا ما بدي شكك بنواياهم وشكك بأغراضهم ليش عم بيسلم عليها ليش عم بيقبلها لا لا ليس من الضروري أن يكون في عنده نية سيئة بل بالعكس قد يكون بمنتهى الطهارة ومنتهى النقاء وما في أنقى وأسلم من هيك وفعلا في محبة في مودة مثل ما كثير من الناس مش بالضرورة كل واحد صافح على امرأة يعني عنده نية أو قبل امرأة عنده نية ولكن هذا حكم شرعي مثل ما قالت الله ما عم بيحكي والله شو نيتك خلاص أنا ما بيجوز صافح هذه الامرأة الأجنبية فما بيجوز صافحة بغض النظر عن نيتي وعن قصدي ما هو من وراء المصافحة حتى لو لم يكن أي قصد سيئة وأي نية سيئة فالمصافحة محرمة هل أحيانا قد يتعرض الإنسان إلى بعض حالات الحرج نعم الذي لا يحتمل ولا يستطيع أن يفر منه فإذا استطاع أن يصافح من وراء حجاب يعني مثلا يكون لابس كفوف أو مثلا امرأة تحط أو مثل معالك الأخر تسحب مثلا طرف توبها عبايتها إذا لابسه أو إشاربها أو كذا وتحط بدون ما يصير في ضغط أثناء عملية المصافحة نورد عنا بعض الروايات أنه يصافح من وراء حجاب ولا يغمز الغمز يعني الغمز أنه تشد على إيده أو تشد على إيده هو يشد على إيدها أو هي تشد على إيده إذا مجرد حطت إيده بإيده مع وجود حاجب وحائل هذا طبعا فيما لو كان هناك ضرورة تدعو إلى ذلك أما إذا هيك والله لمجرد أنه أحب تسلم عليه أو أحب يسلم عليها ما بيكفي لابد أن يكون هناك ضرورة تدعو وإذا بأقصى الحالات حالات الاضطرار أقصى حالة الاضطرار يعني نتصورها فعلى القاعدة الضرورات تبيح المخضورات أنا أحيانا بيكون فيه امرأة بعمر أمي مثلا قبلها براسة من فوق الحجاب لا بأس بذلك وإن كان ترك هذه الأمور أحسن خلينا نبعد نضل حتى ما نعيش شوي شوي الاستخفاف بهذه القضايا لأنه هي مشكلتنا كيف بتصير المسألة التحلل كيف بيصير نعم نبدأ بأمور جدا بسيطة وقد تكون شكلية بس شوي شوي بنتعود عليها وصير نتمادى لما هو أكبر تسأل الله أن يثبتنا إن شاء الله على دينه سؤال أنا من مقلدي سمحت العلامة المرجع سيد فضل الله قبل أمس ذهبت لإحياء ليلة القدر في المسجد مع العلم أنهم يقلدون مرجعا آخر يعني أحياء ليلة القدر بحسب المبنى الثاني الفقه الثاني يعني تاني ليلة هل هناك ضاير في ذلك؟ لا ضاير في ذلك لأنه ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر وإن شاء الله إذا ما كانت الليلة إن شاء الله الليلة التاني هل صحيح أن يعني سؤال غريب جدا 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 ما بعرف هل صحيح أن إبليس يحب الإمام عليه؟ هذا أول سؤال وسؤال تاني من وسوس لإبليس بمعصية الله؟ يعني أول شيء هل يحب عليه بن أبي طالب؟ ما بنعرف ما سألنا يعداو مستفحني بيناته بينه وبين مطلق الإنسان مطلق الإنسان بين الإبليس ومطلق الإنسان أنه الله تعالى يقول أنه هذا عدوك ليش بدي يكون بحفة عدوك؟ بعيد هذا الأمر أما من وسوس له النفس الأمارة بالسوء هي أشر من الشيطان وأدهى من الشيطان ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام الله في دعاء يوم الثلاثاء ماذا يقول؟ وأعوذ بك من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ بك من شر الشيطان الذي يزيدني ذنب إلى ذنب يعني أول الشي النفس هي الذي توسوس لك هي الذي تزين لك فذلك إبليس عندما عاش في نفسه وفي ذاته حالة الكبر والاستعلاء والعجب أنا خير منه عندما عاتبه ربه سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إذن هذه الحالة النفسية التي كان عليها إبليس وهذا الغرور وهذا العجب وهذا الاستعلاء وهذه الأنانية التي كان يعيشها إبليس هي التي منعته من أن يسجد لآدم وجعلته يتخذ من آدم ومن ثم من الإنسان كل الإنسان عدوا له وبدأ يحارب الإنسان ويعمل على إغواء الإنسان وأسقاط الإنسان فلا يحتاج إلى أحد يوسوس له لأن المسألة والمشكلة تبدأ من النفس ثم يتدخل الشيطان يعني اليوم أي إنسان سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن لا يتدخلون ولا يستطيعون أن يؤثروا عليك ما لم يكن في نفسك ثغر ما ينفذ من خلالها دعا رحكي لنا مع سمحت الشيخ سانة عبد الله عم نحكي عن هذه النقطة وقلنا فكرة أنه الإنسان هو الذي يفتح الباب لإبليس أو للشيطان لكي يوسوس له وهذا ما سأسأل عنه في هذا السؤال مطروح أيضا لماذا قتل قابيل هابيل؟ كذلك الحسد هذا الباب الذي فتحه قابيل لإبليس خليه يجرؤه أكثر وكذلك من جملة الروايات التي تروى عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله أنه مر على قوم في يوم فطر يلعبون ويمرحون فأستغرب من أنه أنتم في هذا اليوم في يثاب المحسن ويعاقب المسيء وكذا وأنتم آخر همكم عم تلعب وتفرح وكذا فمعد ما حدثنا عن طبيعة شهر رمضان ومزايا شهر رمضان وماذا أعد الله سبحانه وتعالى لمن يوفق لصيامه فذكر مسألة وقال أني أرى هلاك المرء في ثلاث الكبر العجب يعني والحرص والحسد الحرص هو البخل والحسد الكبر هلاك الدين وبه كانت لعنة إبليس لعن إبليس يعني كل إنسان متكبر وشايف حاله في شيء مشترك بينه بينه بين إبليس بينه بين إبليس في ذلك إبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة فلما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا لكن إبليس أبا أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه فهذا الكبر منعه من السجود فاستحق لعنة الله طيب مولانا ليش كنا عم نحكي عن الحسد بموضوع قابيل وهابيل لماذا أرسل الله هذا الغراب من أجل أن يواري سوءة أخيه ليش علموا أنه كيف يدفن خيه يعني لا ما هو أولا نحن بنعطف أو هذه تجربة جديدة إكرام الميت دفن دفنه صحيح فلابد من دفن جثة الميت فهذا ما بيعرف تجربة جديدة تجربة جديدة حالة جديدة لابد أن يعلمه بطريقة ما فأرسل إلي هذا الغراب ليستفيد منه ويتعلم منه وهذه أيضا فيها إشارة أخرى عن أيها الإنسان مهما علوت ومهما كبرت هم مصيرك تراب غير مصيرك التراب أنه أنت قد تستكبر على كثير من الأشخاص ولكنك تضطر أن تتعلم من أضعف الخلق من أضعف الخلق هذا الغراب هذا الغراب سبحان الله شكرا جزيلا سمحت الشيخ على حسن الإفاضة ووصول إليكم مشاهدين ومستمعين على حسن المتابعة والتواصل لا تنسونا في هذه الليلة ليلة الجمعة من خالص دعواتكم تقبل الله أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة